تجدد للمواجهات في محافظة الظالع بعد محاولات ميليشيا الحوثي إعادة تموضعها في مناطق تقع تحت نطاق الجيش وفق مصادر عسكرية فإن معارك عنيفة دارت في جبهة مريس أسفرت عن تراجع مسلحي الحوثي المواجهات اندلعت بعد محاولات الحوثيين التسلل باتجاه مواقع الجيش في مناطق وينان وصولان والقهرة وهي مواقع تشكل جزءا مهما من جغرافية مريس ويستميت الحوثي في السيطرة عليها نظرا لأهميتها الاستراتيجية في التحكم بمحافظة الظالع المقاومة الكبيرة التي قام بها الجيش أحبطت محاولة الحوثيين وأجبرت عناصرهم المسلحة على الفرار وسط خسائر كبيرة بينها مقتل قيادات ميدانية بارزة وقد تزامنت هزيمة الميليشيا في مريس مع تدمير الجيش لتعزيزات عسكرية لها كانت قادمة لتعديل ميزان الحرب في المحافظة لصالح الميليشيا لم تقتصر المواجهات في الظالع على مريس بل انتدت منها إلى مناطق العود وبيت الشوكي وقرى متاخمة لمدينة إب وهي مواجهة أدت كما تفيد وقائع ميدانية إلى خسائر فادحة في صفوف الميليشيا وتقدم ملحوظ للجيش الذي بحسب مصادر ميدانية تلقى دعما محدودا من التحالف أسفر عن تدمير بعض الآليات العسكرية للميليشيا ميليشيا